موضوع الوظيفة وإنك تدخلي المجال يعني تعرف أنت درستي كمان مشان تساعدي وتشتغلي هذا موضوع كان سهل ولا كيف بدي أساعد نفسي وأساعد زوجي إذا بقدر هلأ طلعت النتيجة في إن الصاحب في الوزارة أخذ اللي موعز معه معالي الوزير كان الله يرحمه معالي الوزير دوغان الهداوي كان إنسان طيب جدا المهم طبعا بدنا ننتظر عند السكرتير هات السكرتير هوا المعرفة اللي بعرف فيدخلها واللي فاتت قبل يدخلها وأنا موجودة رح يخلص الوقت أولادي بروحه من المدارس تركته قلت له أعطيني ورقة وقلم من مكتبك كتبت قصيدة وروحت على المواب اللي بقف على غرفة الوزير قلت له هاي بتقدمها لمعالي الوزير ورب واحد شو كتبت فيها قلت له سكرتير الوزير علينا مهلا فإن العون من صفة الكريمي أراك موجزع النظرات تبغي نضاء الوقت على الشعب السقيمي سكرتير وتمهل أنت منه أخى الإنسان في البلد العظيمي تصور نفسك ترجو صديقا يصدك صد إنسان لئيمي رجوت نخوة الأردن فيك فكنت تصد بالرد الأليمي شعرت وكنت كارهة لنفسي بأني لست من نسل زعيمي لماذا يا أخي ترضى انكتصارا لمانا ترضى بالشيء الزميمي محالا أن أهونا لغير ربي متساوي الناس في جبل الأديمي فإن كان الوزير يريده خيرا هناء الشعب بالرجل العظيمي وزير الشعب يرعانى ويعلو عن الزلات تجرح وتصميمي أسبوع سلمت أمك اتعينت طبعا أنت حرأت نفسه ويا حرام نقلوا على آخر منطقة آه على جاي أسألك شو صار بالسكرتير الوزير ضل مكانه ولا نعم نقلوا له لسكرتير الوزير نا 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 نقلوا على أبعث قريط والله نوع عيربي ومسكان عمان يا عيني قالوا إذا أنت ما بتعرف تعامل العالم مش ضروري لك المركزات طبعا ما بتستحق تكون سكرتير والله برافو عليك وجبت تعيينك بدراعك جبت تعييني ما كلفت إنسان يا سلام يا سلام عليكم